اقتصاد ما بعد النفط خطة بدأت الحكومة الإماراتية رسم ملامحها في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية مطلقة عليها اسم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الخطة التي تتضمن مئة مبادرة واستثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار درهم تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي بعيدا عن النفط بحيث تركز على القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا بالإضافة إلى مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف حتى العام 2021 بحيث يبلغ نصيب الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة 125 مليار درهم والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة 72 مليار درهم فيما تصل استثمارات قطاع صناعة الطيران إلى 40 مليار درهم بالإضافة إلى الاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ 20 مليار درهم إلى جانب رص نحو 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في القطاعات الحيوية وستة مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار ومثلها للتطوير وإنشاء مراكز للأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية كما تتضمن السياسة العليا أيضاً دعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة إلى جوانب حوافز استثمارية وتشراعية تهدف إلى استقطاب الخبرات في العديد من الصناعات الأخرى بما يؤسس لتحول حقيقي في الاقتصاد الوطني استراتيجية تمثل الخطوة الأولى في مسيرة هادفة لاستدامة موارد الميزانية الإماراتية وذلك استعداداً لما بعد النفط أو الاحتفال بآخر برميل من الصادرات النفطية الإماراتية